يا مسائل فل عليك وعزائي مشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تواصل معاكم نادا والمدة نص ساعة هنتكلم في حاجات حلوة جدا ومهمة جدا لستات والبنات ويعني شوية رجالة برضو يعني مش عايزين ننساهم معنا نهاردة شركة العنود شركة متخصصة في المخمرية والمسكات ومعطارات بقى الجسم والحركات كلها بتاعة البنات دي بس طبعا التفاصيل دي كلها هنعرفها نهاردة معنا من دكتور إسلام عفيفي مكير سينمائي عضو نقابة المهن السينمائية شعبة مكياج أستاذ مادة المكياج في كلية إعلام جامعة أكتوبر كسم السينما وكسم إذاع وتلفزيون برحب بحضرتك أهلا بيك يا أهلا بيس أداء ورسيب منورنا نهاردة الله يقول فيك يورسيب ومزوقك بوساطة كده هو الموضوع ده لي علاقة برجالة ولا هو ستات بس ولا مكس كده يعني لا هو لي علاقة بكله بالشباب والأطفال والستات ورجالة كله طيب تحبي تبتدي بإيه فيه آآ والله باللي انت شايفاه أنا تحتور حضرتك يعني ولكن هم كلهم بصراحة مسيرين للجدل يعني ولكن ممكن نتعرف عليهم حاجة حاجة تمام طيب نبتدي مثلا المخمرية ماشي كويس طيب لو هنتكلم عن المخمرية في عجالة كده هو المخمرية دي حاجة وحيدة مختلفة بس عن أي مخمرية أخرى في أي حد هيا بس الأول فيها كحول ولا خالية من كحول ولا إيه؟ ما هي دي بقى المفاجأة إن المخمرية دي زيرو كحول نفهاش كحول خالص اتنين وده الأهم إن المخمرية دي مش كريمي ليكود يعني سيلة مش كريمي فهماني إلا هو مش ليه تعملت كده عشان تبقى سريعة لانتصاص تلاتة إحنا عاملين منها تلات روايح وصول والعود وكاسيليا علشان تبقى التجمع بس كفة الأزواء أربعة إن المخمرية دي بتستخدم في عدة أشياء وليها عدة أسباب أولاً بتستخدم بعد الشهر اتنين مدتها طويلة جداً للجسم أوقت لسه أسألك مدتها قد إيه؟ هذا مدتها طويلة جداً يعني من الشهور للشهور مثلاً يعني ممكن تعطوه اليوم مثلاً طبعاً تعطوه أيام مش يوم واحدة اتنين هي سريعة لانتصاص على الجسم رفعش كحولة خالص آمنة جداً على اللي هي أنا واحدة فيها التلاتة دول دي ودي ود وكاسيليا وصول التلاتة دول والتلاتة ما فهمش طبعاً كحولة برضه وبيستخدمه أيضاً للشعر حلو جداً فمن فوادها إنها بتلمع ومرطبة جداً وبتستخدم في كل المناطق الحساسة في الجسم مناش أي سايد افكت أو أعراض جانبية وبتستخدم للشعر لان فيها سيروم وفيها جليسرين وفيها فيتامين A وB6 ده في حد ذاته آمن ومفيد جداً أيضاً للبشرة هي دي ممكن المشكلة اللي بتقابل بنات كتير إنها بتبقى عايزة أستخدم لشعري حاجة والجسمي حاجة فكون إنها هتلاقي حاجة للإتنين مع بعض ومتنسيش إنها ما بتضرش ومتنسيش أي مشكلة لا هنا ولا هنا وأنا بنصح إنها دايماً تستخدم مش أقل مرتين ثلاثة في الأسبوع مفاش أي مشكلة تمام وإيه تاني معينا؟ أنا سمعني فيه مصك دهب كده وجل الصبار تمام نتكلم عن جل مترتيب أستاذ أمنية؟ تمام طب ناخد أول تليفون معينا أستاذ أمنية ألو أهلا بك يا أستاذ أمنية أهلا بك إيه سؤالك معينا؟ هو أنا شاية فيه مصك دهب فيه مصك إيه؟ دهب مصك دهب عاوز أسئل عنه أتفضلي معيك الدكتور إسلام هل سألها الحاجة معينة؟ أشرحه لي كله؟ لا أولا عرفية أن لو بشرتي دهنية هينفع معي؟ فيه سؤال تاني؟ أهلا أعوز أعرف هو بيفتح ولا بيشيل الدهوم بس طيب مشكري جدا يا أستاذ أمنية هيرد عليك حالا الدكتور إسلام مصك الدهب ده أولا مفيت جدا 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 للبشر ليه بقى؟ لأنه أولا بيصلح لكل أنواع البشرات سواء جافة سواء مختلطة سواء دهنية سواء عادية مفيت جدا أملوش أي أعراض جانبية حلو جدا نمرة 2 مصك الدهب ده يعني يستخدم من مرتين لثلاثة في الأسبوع مفوش أي مشكلة نمرة 3 ليه أثر تفتيح يعني؟ طبعا بيفتح البشرة من درجتين لثلاث درجات كويس؟ 4 هو بيحافظ على مادة الكولوجين في البشرة بس في عجلة قبل ما ندرج للبند الآخر أو للمنتج الآخر عايز بس أشرح في عجلة يعني كلمة كولوجين لأن في ناس مش فاهمة يعني كولوجين الكولوجين 16 نوع الكولوجين ده مخلوق ربنا خلقه في البشرة عشان يحافظ على مرونة ونعومة ونضارة البشرة للبشرة للجلد وللعظم أيضا بإختصار يعني لأي نوع بشرة لأي نوع بشرة في الدنيا ده بيساعد على نمو مادة الكولوجين وما فيش مشكلة ما يتحط حوالين العين لأن في بعض المواد بتضر حوالين العين وبما أنه خلي من الكحول فعادي ما فيوش مشكلة خاصة يتحط في أي حتة في الوش وسريع الانتصاص وما بيعودش أكتر من دقيقتين على الوش ممكن أقل كمان فهو مفيد جدا جدا وآمن جدا جدا على أي نوع من أنواع البشرة ده بالنسبة لماسك الدهب فأنا بنصح أنه هو يستخدم يعني مرتين ثلاثة في الأسبوع وما فيوش أي مشكلة عشان الناس أصلها بتخاف بتقولك هو ماسك الدهب ده لو يستخدم أكتر من مرة في أثر على البشرة طيب يستخدم بالنهار ولا بالليل ولا 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 ما فيوش أي مشكلة هو بما أن مكونات طبيعية فمتاح يعني براحتك عايشي معاي الطبيعية 100% وآمن 100% ما فيوش أي مشكلة خالص لا يسبب أي مشكلة لأي نوع من أنواع البشرات في المطلق اللي عايز يجيبوا بقى يجيبوا من لين؟ يجيبوا أنا عادة لما أشتري أي حاجة برند باشتريها أفضل بالوكلة يعني الأرقام الوكلة المطروحة هتظهر أكيد معانا على الشاشة موجود أرقام الوكلة بتوصل لحد المقر المطلوب يعني ما فيوش أي مشكلة وإحنا عندنا طبعا وكلة في مغطين أكتر من 16 محافظة إلى الآن حلو جدا إيه بقى جيل الصبار؟ جيل الصبار ده جيل ده لطيف جدا جدا وعند تجربة على فكرة بنسبة بقى لديك في المكياج فأنا عايز أتكلم عليه من ناحية المكياج يعني ده جنب نسائي خالص مالوش عليك بالرجل آه لا ده بتاع البنات بقى عشان في ناس طبعا بتنزل شغولها أو جامعات بقى وكلام ده فما فيوش مشكلة إنه يتحط قبل المكياج ولا بعد المكياج اتنين هو بيسبب نضارة غير طبيعية للوش وفيه فيتامين وجليسرين يعني بيضطر للبشرة وآمن جدا وطبعا برده مفيوش أي نسم الكحول يعني أنا بستخدمه قبل المكياج مثلا محطب عشان خاطر آه عشان يقفل البشرة أو يساعد على إن المكياج يوجد خاطر طويل على البشرة بالضبط وده عن تجربة على فكرة أربعة هو سريع لامتصاص جدا تمام هنكمل كلامنا بس هناخد تاني تصال تليفوني أستاذة زهرة ألو؟ ألو؟ أيوة ازايك يا زهرة؟ ازايك الحمد الله طيب قللنا بقى اي سؤالك؟ سؤالي بخصوص الجلد المسك أنا بشرتي حساسة ينفع أستخدمه ولا ايه؟ ايه تاني؟ عنديك أسئلة تانية يا أودنزيل؟ أنا برضو عايز أقرى فأجيب الجل والمسك والحاجات دي برضو منين؟ أوكي انت استخدمت المنتجات دي قبل كده زهرة؟ لا بس أنا بسمعت عنها رفيوات كتيرة جدا فكرة عايزة أعرف هو ينسب جميع أنواع البشرة أم لا؟ طيب مرسي جدا يا زهرة هيرد عليك دلوقتي دكتور إسلام ماسك الدهب عشان لو الناس ملحيتش الحلقة من أولها أوه شكلها ما جيتش من الأول تقريبا ما شاهيتش الحلقة من الأول فماسك الدهب يستخدم لكل أنواع البشارات في أي فترة مفوش مشكلة ما بنقولش إن هو بيسبب أي شيء بالعكس ده بيغزي البشرة وبيغزي وبيراعي وبيحافظ على نظرتها وبيحافظ على مادة الكولاجين جدا لكسرة الفيتامينات فيه مفوش أي مشكلة إن يستخدم أي وقت مع أي مرحلة عمرية على فكرة مفوش مشكلة خالص وآمن جدا 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 لأنه عن البشارات بالنسبة لسؤالها التاني بتاع أجيبه منين هو متوفر في أكتر من 14-15 محافظة إلى الآن ومتوفر لدى الأماكن الوكلة الكبيرة ولدى الوكلة فلو الأرقام ظهرت دلوقتي على الشاشة هتلاقوا أرقام الوكلاء لمعظم المحافظات لم يكن كلها فممكن تتصلي بأرقام الوكلة يجيلك لحد عندك مفوش أي مشكلة خالص ومدة صلاحيته ثلاث سنين مفوش مشكلة خالص يعني طيب بالنسبة للجل الصباري ده الشعر بس شعر وبشرة إيه؟ لا ده هو مش شعر بس ومش شعر وبشرة هو كمان للدوافر واو هي معلومة جديدة بقى بالنسبة للدوافر دي في المطلق عشان نحافظ عليها لازم يقفى مجموعة فيتامين في الجسم لما الفيتام ده بيقل إن الجسم بشكل أو بآخر جل الصبار ده بيعوضة واحنا كتير مننا بيفتقد العناية بالدوافر كلنا والبشرة برضو بحكم الاستهلاك البشرة بالنهار وفي الشمس والمناخ المتغير وعدم القدرة على الحفاظ الرجل موضوع الجل بالصبار ده ضحفة جدا بس خلنا ناخد تصال تريفوني من هند ونرجع لحضرتك ألو؟ ألو سلام عليكم عليكم السلام زيك هند عملي ايه؟ الحمد لله ربنا شلي اتفضلي قولي سؤالك ممكن اكلام الدكتور؟ اتفضلي طبعا مرسيت بقوله حضرتك بالنسبة للمسك الدهب هل هو بيشير الرؤوس السودة؟ واللي بيفتح درجة ولا ضربين للبشرة؟ ايه تاني يا هند؟ ايه تاني؟ عندك سؤال تاني؟ نسبة جلي صبار هل ينفع ان انا استعمله كبرايمر قبل المكيش؟ انت جربت حاجة من المنتجات ولا لسه؟ وحضرتك انا كنت جربت السيروم طب وايه النتيجة؟ لا هاي بصراحة هو مختلف عن اي السيروم ممكني خالص لانه هو يعني ليكويس كده ومش بيثبت على بعد الشعور ومش بيعمل بقعة في اي هدوم ولا اي حاجة تمام مشكورة جدا يا هند ويعني اكيد طبعا ميزة كويسة جدا هو ما بيثبت دي ارجع لحضرتك تاني فضلي هي سألت سؤال ان احنا بس عشان اتكلمنا فيه في عجالة في ما عرفناش نقول اهم فايدة المسكد السبار المسكد الدهب ايسف المسكد الدهب من اهم فايده انه بيشول بصوره السودة واي بقعة في الوش اي علامات نتيجة الشمس نتيجة الارهاق نتيجة والهالات السودة ايضا نتيجة الشمس نتيجة الارهاق يعني ده عناية متكملة اه 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 جدا وعن تجربة لما تستمر عليه على المسكد الدهب يعني هل نتيجته مثلا ببام في خلال اسبوع وعشر ايام؟ يعني بالكتير اوي اسبوعين ثلاثة بالكتير سألت سؤال اخر اللي هو بيفتح هو بيفتح من دراجتين لثلاثة على حسب استيعاب البشرة للمسك بس هو بيفتح وطبعا بيفتح طالما بيوزيل اي مشاكل للبشرة فتأكدي انه بيفتح البشرة من دراجتين لثلاثة لانه امن جدا على البشرة سألت سؤال اخر عن السبار مظبوط؟ اه السبار مفيوش مشكلة خالص خالص انه يتحط على البشرة كبرايمر كبرايمر للبشرة قبل المكياج ويصلح جدا جدا تقريبا تمانين في المية من انواع المكياج اللي ما يكون مية في المية ايه ده عن تجربة خاصة جدا قبل المكياج وبعد المكياج ايضا مفيوش اي مشكلة امن جدا جدا عشان فيه ناس بتفتكر ان اي حاجة ودي حقيقة في بعض المنتجات لو بتحط على الوش بتعمل عملية فصل ما بين استيعاب البشرة للمكياج وما بين ثبات المكياج على البشرة ايو صاحب دي مشكلة فضيئة دي حقيقة جل الصبار ما بعملش كده خالص خالص لانه سريع الامتصاص وامن وملوش اي مشكلة او صايد افكت على البشرة في المكياج خالص بالعكس انا بنصح به دايما يعني طيب الناس اللي هم بيستخدموا الميك اوب كتير ومؤثر على وشهم هل جل الصبار ده ممكن يبقى فيه عناية دي عناية طبية يعني هذه المنتجات المصنوعة من المواد الطبيعية جدا انا بنصح بيها الاستمرارية انا بنصح استخدام المواد دي فعلا بشكل مستمر يعني مش اسبوعين ثلاثة وخلاص لا بكمل عليها لا لا يعني طالما موضوع طبيعي وامن وما فيوش اي مشاكل فليه ما نستمرش عليه ان احنا عندنا مشكلة زي التعامل مع الادوية بنتعامل معها مجرد ان احنا خلف نسيب الكورس ده غلط جدا لكن دي عناية طالما دي عناية بالبشرة زي ما بخسل سناني على طول مش هوقف حاجة زي كده زي ما فيه بعض الناس بتقولي انا بستخدم كريم الصبح للشمس وكريم بالليل للليل وكده قبل منام طب موادات اخزية للبشرة طب احنا عندنا مواد طبيعية ايه وبنفس الجودة الاوروبية والعالمية لا تقل قيمة عن الجودة الاوروبية هل شركة دي اصلا شركة مصرية شركة مصرية مية في المية ويقولوك الاستاذ حسام زايد مصري حتى النخاع فمصر مية في المية والمنتج مية في المية مصري ولكن بيحمل كل المواصفات العالمية بكل المقارنات اللي حصلت هو بالعكس يمكن اعلى كمان صناعة من المواد المستوردة والله كلام ممتاز جدا وبالنسبة الناس اللي طلب ارقام الوكلاء هي الارقام موجودة عندنا اسفل الشاشة يعني عشان تعرفوا بتابعوا الموضوع اكتر طيب الشركة فيها تصدير بتصدروا المنتجات دي ولا لسه ماجيش الوقتها احنا صدرنا لحوالي ست دول طبعا قبل الازمة الصحية اللي حصلت بتاعت الكورونا اللي دمرت الكل دي ربنا يعافينا جميعا يا رب وقائمين على التصدير الى الان لسه اللي عود مفتوحة لنفس الدول وزاد عليهم دولتين اخريتين يعني بقمتمن دول تعيبا عربية بنفس الكمية الحمدلله زاد ان احنا زودنا حتى الحمدلله رب العمير ربنا كرام وزودنا عدد المحافظات فالاستصدير قائم بان اكتر من اول السنة والمنتج مكتوب الى الان الحمدلله ده من جودته ومن صدقه دايما لان الحمدلله طالما المنتج الحمدلله وانا بتشرف هذا المنتج المصري وصراحة بالمنتج مصري هو صراحة منتج ممتاز جدا وعيب بشيك وحاجة رائعة ومنتج حقيقي فعال وسريع طيب بما ان المنتج الواحد بيهتم بكذا حاجة هل انتو مثلا فيه لسه حاجات تانية قدامكم لسه هتطلعوا بيها والله هو فيه شركة عاملة مفاجآت بس انا مش عارف هقول ده ولا بس انا هقوله طب ايه مش هينفع ايه تنويه كده لا هقولك تنويه عشان بس يبقى صابق للبرنامج مفجأة واحدة حده هو عامل حاجتين هقولهملك هو عامل اول حاجة شاورجيل للاطفال وشاورجيل للكبار يعني ده الاطفال دخلوا معنا في الموضوع اه لا يعني ما هو بقى بيتخصص قالك كل حده تديله حاجة ده من ضمن الفرايط اللي عاملها الشركة انه عامل اتنين شاورجيل واحد للاطفال واحد للكبار وبإذن الله بإذن الله يعني بإذن الله دخلت في خط انتاج بإذن الله لأدوات تجميلة حلو جدا ده يعني عناية كاملة شاملة كل حاجة بالضبط كده يعني الحمد لله ربنا يوفق يا رب ان شاء الله على بداية السنة هنلاقي منتجات اكتر وبنفس الجودة لا تقل قيمة عن الصناعات الاوروبية وبالسعر المصري المتناول لأي حد طيب حلو جدا يعني افهم من حضرتك كده ان المنتج يعني سعره قليل في متناول اليد يعني لا 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 الاسعار الناس لو اتصرت على الوكلة او اتصرت بالمندوبين او ما شابه هتلاقي الاسعار فعلا مصرية لدرجة ان الناس كلمتنا وبتستغرب كتجار او كالما بتخلص ان ازاي المنتج ده بهذه الكفاءة وفي نفس الوقت سعر في متناول الجميع الناس متخيلة ان الجودة طالما عالية فلازم بس سعر عالي احنا هنا في البرنامج بنحاول نراعي فكرة ان المنتج يبقى كويس وفي نفس الوقت يعني في متناول اليد وسهل الناس وانا اللي خلاني كمان انوه عن هذه الصناعة ان اولا واخيرا ان الصناعة دي مصرية بجد فانا بقى ناشط كل من من يحب هذه الاشياء فعلا تفوقت عن الصناعات الاوروبية احنا طبعا لازم نحافز الموضوع ده اه 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 يعني مصر متصدرة في الادوية خلي حضرتك في الحلقة وبعد الحلقة اتجربيها بنفسك ايه الحاجات دي انا جربت منها جل الصبار اه 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 لا المخمرية ليست موصلت لهاش اتجربيها لوقتي لازم طبعا اتجربها المخمرية جماعة دي بتستخدم للرجالة ايضا عشان الناس المتخيلة بس المخمرية دي لستات بس اه يعني ده مش بس الاطفال اللي دخلوا معنا في الموضوع ده الاطفال والرجالة وكله وبتزيل اي رواح كريهة او عرق او ما شبه ومدتها على الجسم طويلة جدا 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 انا بستخدمها للناس اللي بيكسلوا بقى كده ان انا هقعد ارس الحاجات دي كلها قدامي واستخدمها كل يوم هل مثلا في حاجة كل يوم في حاجة ممكن تغني عن حاجة النهاردة مدتها او يعني استخدماتها اي كده استخدمات السيروم بتستخدم من الشاور للشاور ما فيهاش مشكلة يعني من واحد ياخد شاور بعد ما ياخد شاور بيحطها لحد الشاور لبعده ما فيهوش مشكلة خالص الصبار انا بنصح به ان يستخدم من مرتين لتلاتة في اليوم في اليوم اه طبعا ماسك الدهب يستخدم مرتين تلاتة في الأسبوع بايس لان احنا مشكلتنا احنا كمصريين ما عندناش ثقافة الحفاظ على البشرة طب هي العلبة تكفي كم مرة تقريبا يعني الجل ولا المسك يعني خلينا نقول مثلا الجل الاول يعني لا تقل العبوة سواء الجل او المسك تقريبا عن عشر مرات يعني نفس الكميات اه نفس كميات تقريبا لكن بتختلف في النسبة اللي تحطت على وش يعني ولو الشعر كمان بيبقى فيه اختلاف الشعراء طويل الشعراء صغير بالضبط ليس كنت اكمل لحضرتك هو على حسب استخدامك في ايه لكن فيه ناس بتستخدم الاشياء دي ومش بتبقى خايفة وهي تستخدمها برضو احنا كل حد يقول لك احنا استخدمنا كذا فاطلع مش مش كويس او مفوش عشان محدش بس بيعلن على المنتج بشكل صدق يعني صحا فعشان كده انا نوهت اكتر من مرة ان هذا المنتج مفوش اي اضرار ولا اعراض كنيبية على اي بشرة ولا شعر ولا رجالة ولا الستات ولا الاطفال ولا اي حاجة هي المنتجات اصلا يعني شبيهة دي كتير موجودة بس هي المشكلة اللي بتقابلنا دايما موضوع ان فيها كحل بتأثر على بشريتي ما تنفعش الاطفال ما تنفعش ومن سريع ان لم تصاص او يعني بنواجه فيها مشكل كتير فيعني دي ميزة قدامنا بصراحة وعم تجربة لايزن تجربوها تحفة جدا يعني وخصصا جيل الصبار وانا كمان من زاوية الخاصة في مهنتي في حاجات انا جربتها يعني انا جربت المسك الدهب وجربت جيل الصبار تحديدا اكتر من مرة مع اكتر من حد في شغلي جاب نتيجة ايجابية انا المخمرية حبيت انا جربت التلاتة بصراحة طب حلو جدا التلاتة يعني انا بحبوهم يعني طبعا كل واحدة هو عامل تلاتة لاختلاف الازواء يعني في حد بيحب الرواح التقيلة مثلا زي العوم هي اللي بتعتبر المخمرية اهمهم اصلا بس هي مشكلتها قبل كده ان طبع شركات تانية كان بتلزق في اللبس بقى بالضبط او بتبقع او فيهاك حلفة مع الاستمرار بتعمل مشكلة في الجلد او في البشرة الخارجية فتأثر دي ما فيهاش اي مشكلة خالص ولا لأي حد بالذات كمان فيها ميزة انها لما بييجي عليها مية ولا بتاع بيزيد ان حد يخسر مش يخسر ايضه مفيش مشكلة بتفضل مستمرة يعني اكتر من كانت تنويه اي يعني احنا بنأكد المخمرية بتاعتنا لا بتلزق في اللبس ولا بتبقع ولا بتأثر على الجلد خالص يعني حاجة طبيعية ما في المية اه لا وحتى حسام استاذ حسام زايد صاحب الشركة هو ما بيرداش يخرج شيء خالص الا ما يجربه دي المرة عشرة ومش عنده بس عنده على كل الناس الحواليه يعني مش مجرد ان هو مجرد انه يعمل منتج فيبيعه خالص خالص يعني احكاها للحق هو في الحتة دي هو فير جدا 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 في منتجاته يعني لو هو شك في حاجة او بتعمق ما بتعملش معها خالص فعنده هذا ظل انساني وانا بشكره بشكل او باخر انه معتني جدا بالمنتج للناس حتى يعني في ناس تانية عايزة تبيع يعني ما احترام الشديد ليه لا احنا كستات بنشكره جدا جدا على اهتمامه وبالتفاصيل زي اللي احنا بنعيني على مدارعه اول حد قال ان مش هحط فيك حل عشان ما تضرش اعملها في ابوه تبقى تناسب الكل ويبقى شكلها حلو اتنين تبقى تلاتة تبقى اسهل استخدام عاملها اوتومايزر كده بخاخ عشان تبقى اسهل اربعة قالك انا هعمل تنويع مش عايزة بقى مستقلة بريحة واحدة عشان ناس ما تزهقش اه الراجل يحب حاجة فالستة تحب حاجة او والاطفال اللي جاي في الطريق والاطفال طبعا مهوت بص طالما الطفل اي طفل اولادنا اي طفل يلاقي منطق او بابا اعملوا كده اوتوماتيك هيستخدمه اه طبعا فبنسبة لهم بتبقى سهلة وامنة جدا ومفاشك وحل وسريعة لمتصاص جدا واهم حاجة كمان في متناول الايد يعني سعرها مش غالي ولا حاجة خالص خالص ومتوفرة جدا 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 في كل محافظات يعني وبذلك المحافظات الكبرى فانا بنصح باستخدمها بشكل او باخر يعني فعلا فعلا للناس اللي مجربتهاش بدعوا ان الناس تجربها بشكل دائم انا بدعوا معي على فكرة الناس لازم تجربها اه يعني ياريت كمان في جربتها فعلا خصوصا للبنات والستات اللي بتحب تهتم بتفاصيل بتهتم بشعرها ببشرتها يعني فعلا منتجات مختلفة وفيها كل حاجة انت عايزاها يا حقيقة وهم حاجة ايها طبيعية يعني طبيعية وامنة جدا 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 وعند تجربة فعلا يعني في عاجات انا استعملتها في شغلي بقول لحضرتك في شغلي بالعكس بالعكس نفعتني كمان يعني زادت عندي الجودة يعني زيها زي ما قالت المدنظرين شوية برايمر يعني فقبل المكياج ما فيهاش اي مشكلة خالص لكل انواع المكياج ولكل انواع البشارات يعني انا ما عنديش منتج خاص بالبشرة الفلانية فالبشرة التانية هي دي في حد ذاتها ميزة هي دي الميزة يعني احنا لما بنيجي نجيب اي حاجة لازم نقعد نسأل دي بشرة عادية بشرة جفة بشرة بالضبط عشان احنا ما عندناش الخلفية او الثقافة في الحفاظ على البشرة او احنا متخيلين ان الاشياء دي تنفع لبشرة واحدة وباقية البشرة لا خالص 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 وعن تجربة يعني احنا بقي معنا دقيقة تحب تقول ايه لسادة المشاهدين يعني تحب توصيهم بايه انا اوصيهم دايما يا جماعة ان احنا اهم حاجة عندنا نتعامل مع البشرة انها جزء مهم جدا في الجسم ككل زي اجهزتنا الداخلية بالظبط فلو قدرنا نحافظ عليها الحفاظ على البشرة ليه عدة عناصر اولها الاستمرارية صح بعد التأكد من المنتج ومن صلاحيته ومن جودته اثنين استخدامات المنتجات الامينة اللي ما تسببناش اي مشكلة بالتجربة ثلاثة وده الاهم بلاش نسمع انا بدعو ان احنا دايما نجرب علشان نعرف النتيجة شكلها ايه بشكل او باخر الحاجات دي مش غالية فعشان الناس ما تخافش او تقولك ده منتج بموصفات اوروبية فيبقى سعر والي على الاطلاق التجربة مفيهش مشكلة فعشان كده انا طالع السادة المشاهدين والاصدقاء واللي عارفيني ابقى مصدر بالنسبه لهم مصدر ثقة ففعلا الحاجات دي مفيهش اي مشكلة خلص فبدعو الناس يا ريت يا جماعة نحافظ على البشرة بشكل او باخر عشان تفضل نظرة ودايما تفضل في حالة صحية جيدة انا بشكر حضرتك جدا وبشكر طبعا شركة العنود اللي يعني ابهرتنا بالمنتجات الجميلة دي اللي كلنا بنعيني على ما بنلاقيها اصلا يعني وان شاء الله في حلقة تانية هنلتقي بحضرتك بردو عشان تتابع لنا بقى بقى المفاجآت والحاجات الخاصة بالاطفال ومستحضرات التجميل ان شاء الله بشكر جدا وبشكر المشاهدين يعني على متابعتنا وقالكوكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم تواصل شكرا اشتركوا في القناة